السلام عليكم طلاب جريت فور هناخد ان شاء الله مع بعض النهاردة درسنا بعنوان يعني اعطاء النصيحة يلا بيناك كده مع بعض نشوف اهم الكلمات اللي عندنا في الدرس حقيبة ظهر لا يصدق او مذهل قائمة مرجعية مغامرة زي ما انتم عارفين بننطقهم لوحة مفاتيح معالج عندنا بعد كده كلمات اضافية خطأ نحوي او خطأ لغوي grammar mistake grammar mistake grammar mistake برنامج program 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 أرضية floor floor أرضية يعني floor floor علامات ترقيم panc tuition panc tuition panc tuition نصيحة advice advice هجاء او املاء spelling spelling خط يد او كتابة handwriting 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 عندنا بعد كده conjugation of verbs practice هنبدأ بالregular يعطي او يناول hand والباست handed hand handed hand ياولاد يعني بيعطي او بيناول الحاجة الحد في ايده اوكي طيب يجهز prepare والباست prepared prepare prepared يتدرب او يمارس practice والباست practiced practice practiced يصحح correct والباست corrected correct corrected ينشر publish والباست published publish published يتحقق او يفحص check والباست checked 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 عندنا بعد كده irregular لازم نحفظهم زي ما هم يجل sit والباست sat sit sat sit sat يترك let والباست let 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 يجرح او يؤذي hurt والباست hurt 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 في بعض الافعال irregular تفضل زي ما هي يعني تصرفها في present بيكون هو هو في past ينسى forget والباست forgot forget forgot forget forgot عندنا بعد كده important expressions and propositions يعود الى المنزل من get home from get home from يأخذ استراحة take a break take a break يجلس باستقامة set up straight set up straight set up straight يدحسن او يصبح افضل get better get better يكتب باللمس او يكتب بسرعة touch type touch type هنا بيقول لنا touch type هي طريقة الكتابة على لوحة المفاتيح دون النظر اليها ان انت تكتب على الكيبورد من غير ما تبص عليه وكمان تكتب بسرعة ده اسمه touch type اسمها الكتابة باللمس عندنا بعد كده listening and reading نص الدرس بتاعنا adam got home from school adam رجع البيت من المدرسة and sat down at his desk وقعد على الدسك بتاعه قعد على المكتب بتاعه he took his pencil notebook and eraser out of his backpack وطلع من شنطة الظهر بتاعته الالم الرصاص والكراسة وكمان eraser وكمان الجومة ينفع نقول على كلمة eraser or eraser اللي اتنين صح and opened up his notebook وبعد كده فتح الكراسة بتاعته adam loved to write adam بيحب ان هو يكتب بيحب يكتب قصص يعني he was working on a new story وهو كان بيشتغل على قصة جديدة كان بيكتب قصة جديدة عن ايه القصة دي about a boy who goes on a great adventure عنولد بيخوض مغامرة عظيمة عنولد بيعمل مغامرة عظيمة around africa حوالين قارة افريقيا adam's mom is a writer مامة adam بتكون كاتبة تشتغل ايه كاتبة بتكتب فين at the local newspaper في جريدة محلية she got home at six o'clock هي بترجع البيت الساعة ستة hi mom adam said طبعا adam لما شاف مامته قالها hi do you want to read my new story انت عاوزة تقري القصة الجديدة بتاعتي يا ماما of course i do هاني مامته قالت له طبعا يا هاني انا عاوزة اقراها adam handed his notebook to his mom adam اد مامته القصة اللي هو كتبها ادها لها في ايدها سلمها لها في ايدها يعني she sat down مامته قعدت and started reading it وبدأت ان هي تقرأ القصة بتاعته after a while وبعد فترة she said this is an incredible story مامته قالت له بقصة مذهلة يا ادم you should let more people read it انت لازم تخلي ناس اكتر يقروها what do you mean adam asked قالت لها انت قصدك ايه يا ماما بالكلام ده قالت له you know انا قصدي you should prepare it to share with others انا قصدي ادم ان انت لازم تجهزها وتزبطها كويس عشان تنشرها مع الاخرين عشان يعني ناس كتير يقدروا ان هما يقروها اوكي but how do i do that mom بس ازاي عمل كده يا ماما first you should touch type it في الاول يا ادم لازم تكتبها على لوحة المفاتيح اوكي we are learning how to type at school ادم قال لمامته تمام يا ماما انا عارف الطريقة دي احنا تعلمنا ازاي نكتب على لوحة المفاتيح في المدرسة is that when you try to type without always looking at the keyboard مش دي الطريقة اللي الواحد بيحاول ان هو يكتب على الكيبورد دايما بسرعة من غير ما يبص that's right قالت له فعلا يا ادم الكلام اللي انت بتقوله ده كلام صح الطريقة كده بالزبط it might sound difficult ربما تبدو الطريقة دي ان هي طريقة صعبة but if you practice بس لو انت مارستها كتير you will get bitter انت هتتحسن and bitter at it وهتكون كويس فيها it's much quicker than writing with a pen بتكون اسرع من الكتابة بالقلم and it's easier to correct or change your work وكمان الطريقة دي بتكون اسهل ان انت تصحح او تغير العمل بتاعتك I can't do that mom اللي ما تقليش يا ماما انا هقدر اعمل كده just remember بس تخليك فاكر to set up straight and keep your feet on the floor لازم تقعد بشكل مستقيم لازم تقعد بطريقة مستقيمة وكمان تخلي رجليك على الارضية you don't want to hurt your neck or back انا مش عاوزاك تأذي رئابتك ولا تأذي ظهرك and take a break وحاول ان انت تاخد break حاول يعني ان انت تاخد استراحة من 10 ل 15 دقيقة يعني كل 10 او كل 15 دقيقة خد break يا ادم ادم قال لي مامته yes that's what my teacher told us said ادم قال له يا ماما الكلام اللي انت بتقوليه المدرس بتاعنا في المدرسة قال لنا عليه بالضبط then you can ask the school to publish it مامته قالت له ممكن كمان تطلب من المدرسة ان هي تنشر لك القصة بتاعتك تنشرها في اين in the school newspaper في الجريدة بتاعت المدرسة or even او حتى publish it yourself online انت ممكن تنشرها لوحدك على الانترنت his mom handed the notebook back to him وبعد كده مامته رجعت له الكراسة بتاعته وقالت له ايه look at the last page بص على اخر صفحة في الكراسة بتاعتك I made a checklist for you انا عملتلك قيمة مرجعية انا عملتلك قيمة باهم النوتس باهم الملاحظات اللي انا عاوزاك تمشي عليها يا ادم ده معنى كلامها بعد كده عندنا publishing checklist قوائم النشر لو انت ألفت قصة انت دلوقتي كتبت قصة وعاوز تنشرها ايه هي القواعد اللي لازم تمشي عليها اول حاجة you shouldn't write your story by hand لا يجب عليك ان انت تكتب القصة بتاعتك دي بالإيد عشان ممكن خطك يكون وحش ومحدش يعرف يقرأ القصة بتاعتك you should use a word processor or writing program تاني حاجة يجب عليك ان انت تستخدم برنامج معالجة النصوص او برنامج كتابة and try to touch type وتحاول ان انت تكتب القصة بتاعتك دي بسرعة باستخدام لوحة المفاتيح استخدام الكيبورد يعني you shouldn't have any spelling or grammar mistakes لا يجب ان يكون عندك اي اخطاء املائية او اي اخطاء في الجرامر او اي اخطاء نحوية you shouldn't check your spelling ولازم كمان تفحص او تراجع اللي spelling بتاعك الهجاء بتاعك or you should ask an adult to check it for you او ممكن تطلب من حد كبير ان هو يرجع لك على اللي spelling بتاع ال story بتاعك على الهجاء يعني بتاع القصة بتاعتك you shouldn't forget punctuation لا يجب عليك ان انت تنسى علامات الترقيم you should check your work ولازم طبعا تتحقق او تراجع العمل بتاعك القصة بتاعتك اللي انت كتبتها ترجعها كويس جدا you shouldn't work too long without a break ولا يجب عليك ان انت تشتغل وقت طويل من غير ما تاخد راحة and you should sit up straight ولازم تعود بشكل مستقيم with your feet on the floor ورجليك تكون على الارض عندنا بعد كده الجرامر سهل جدا يا ولاد وبسيط خالص وانتو اخدتو قبل كده هنتكلم على should and shouldn't احنا دلوقتي درسنا بعنوان title بتاعه giving advice اعطاء النصيحة احنا بند النصيحة باستخدام ايه باستخدام should او shouldn't لو انت عاوز تقول لحد انت لازم تعمل كده هتقول له you should انت لازم ما تعملش كده you shouldn't should معناها ينبغي ان او يجب ان shouldn't لا ينبغي ان او لا يجب ان اوكي في بس حاجة مهمة جدا عاوزاكم تركزوا عليها سواء عندنا should او shouldn't لازم نجيب الفعل في الانفناتب الفعل في المصدر ياولاد بعد الفعل الناقص بشكل عام سواء كان الفعل الناقص مثبت او مانفي لازم ياولاد الفعل يكون في الانفناتب بدون اي اضافات ودي نقطة في غاية الاهمية very important اوكي طيب ناخد امثلة يلا بينا كده ناخد examples you should choose a title for your story انت لازم او انت ينبغي عليك ان انت تختار عنوان للقصة بتاعتك عاوزين example على shouldn't you shouldn't have any spelling or grammar mistakes انت لا يجب عليك ان انت يكون عندك اي اخطاء سواء كانت الاخطاء دي اخطاء املاقية او اخطاء نحوية اوكي جايب لنا في الاخر notice بيقول لنا ان shouldn't اختصار ايه should not دي حاجة انتوا اكيد عارفينها انتوا عارفين ان اختصار not اللي هي in ot اختصارها in apostrophe t حاجة سهلة يعني طيب مدينا بعد كده ياولاد اسئلة على الجرامر question number one choose the correct answer number one you should not smoking to stop stops stopped stopped طالما عندنا should ياولاد يبقى لازم نجيب الانفناتب فين المصدر هنا stop وينفع نقول stop اللي اتنين صح number two she has a headache هي عندها صدوع she not take medicine should shouldn't or am هي لازم تاخد دوة ولا مش لازم دي عندها صدوع يبقى لازم تاخد دوة she should number three I should not my homework before I go to bed بعد should ياولاد بنجيب الانفناتب بنجيب الفعل في المصدر مين الانفناتب هنا doesn't did does do هو الفعل اسمه ايه verb to ايه verb to do يبقى do هي الانفناتب number four you not be worried to ask your teacher for help shouldn't shouldn't to should to should اولا كده ما ينفعش اجيب بعد الفعل النقص to اوكي بعد الفعل النقص بنجيب ياولاد الverb في الانفناتب دي لو جملة خبرية لو جملة استفهمية بعد الفعل النقص بنجيب السبجكت بنجيب الفعل عشان بس تبقوا فاهمين يبقى هنستبعد shouldn't to وكمان هنستبعد should to ما دلوقتي عاوزين should ولا shouldn't هنشوف المعنى انت لازم تكون قلقان لما تطلب من المدرس بتاعك مساعدة ولا لازم ما تكونش قلقان طبعا you shouldn't لازم ما تكونش قلقان خالص المدرس ده زي باباك زي مامتك يعني لو مدرسة هتبقى زي مامتك لو مدرس هيبقى زي باباك number five I'm hungry انا بكون جاعي I should not add some fruit هناتفقنا بعد should هنجيب مين الانفناتف يا طرح نختار eat eaten eating ولا eat من الانفناتف eat number six you shouldn't نقط your toys share it with your friends head hidden hide hiding بعد shouldn't اتفقنا او should بنجيب مين الانفناتف مين المصدر هنا عندنا hide you shouldn't hide your toys انت لا يجب عليك ان انت تخبي الالعب بتاعتك share it شاركها with your friends مع اصدقائك number seven I not study hard for my exam shouldn't should should to shouldn't too هنستبعد اللي فيهم too طيب هنختار shouldn't ولا should هنشوف المعنى محتاج ايه انا لازم اذاكر بجد عشان الامتحان ولا مش لازم طبعا لازم ده لازم ولازم ولازم number eight I'm really tired I not have a rest should shouldn't should shouldn't too هنستبعد اللي فيهم too عاوز يلخبطنا كل شوية يقول لنا should too او shouldn't too اتبقى عندنا should و shouldn't هنشوف مين يا شطار هنشوف المعنى I'm really tired انا فعلا تعبان انا لازم ااخد break انا لازم ااخد rest ولا مش لازم لا طالما تعبان يبقى لازم you should عندنا بعد كده acquisition number two read and complete with the correct form of the weirdest between practice سؤال تصحيح الخطأ number one you know I should drink too much coffee انت لازم تشرب قهوة كتير it's bad for your health الاهوة الكتير بتكون مضرة على صحتك ازاي يا ولاد حاجة مضرة ونشرب منها كتير يبقى احنا هنعمل ايه هنا هنشيل should ونكتب shouldn't اوكي حاجة مضرة بالنسبة لك يبقى هنكتب shouldn't you shouldn't drink too much coffee انت لاجب عليك ان انت تشرب قهوة كتير number two it's an incredible movie ده بيكون فيلم رائع فيلم موزهل you shouldn't what is it في هنا مستيك يا ولاد في هنا غلطة المفروض يكتب you should انت ينبغي عليك ان انت ايه تشوفه عشان ده فيلم incredible فيلم موزهل بس احنا مناش دعوة never mind يعني ما علينا اللي يعنينا ان سواء عندنا should أو shouldn't نجيب مين الفعل في الانفينتب يبقى هنحزف ال es ونكتب watch بس number three you shouldn't to go ينفع يا ولاد بعد الفعل النقص سواء مثبت أو منفي نجيب حرف الجار to وبعد كده نجيب الانفينتب no هنجيب الانفينتب مباشرة هنكتب go هنحزف to ونكتب go number four he shouldn't study more if he wants to pass his exam هو لا يجب عليه ان هو يذاكر اكتر لو هو كان عاوز يكتاز الامتحان طبعا غلط هنكتب should هنشيل ال not he should هو ياجب علي he should study more number five you should to help your friends نفس اللي أنا قلته في number three هنحزف to ونكتب help number six I should eating no احنا محتاجين الانفينتب هنكتب eat number seven it's raining it's raining الدنيا بتشتي I think we shouldn't take a taxi انا اعتقد ان احنا لا يجب علينا ان احنا ناخد تاكسي ازاي اذا كانت الدنيا بتشتي احنا لازم نركب تاكسي هنحزف مين يا ولاد not وهنكتب should I think we should take a taxi number eight children should speak to strangers الاطفال لازم ان هما يتكلموا مع الغرباء يتكلموا مع الناس اللي هما ما يعرفهمش طبعا ما ينفعش يبقى هنكتب مين يا ولاد هنكتب shouldn't اوكاي لا يجب على الاطفال ان هما يتكلموا مع strangers مع الغرباء مع الناس اللي هما ما يعرفهمش عندنا بعد كده اسئلة general بقى اسئلة عامة على الدرس اول سؤال يا ولاد زي ما انتم عارفين listen and choose نصوص الاستماع احنا لسه قريينها دلوقتي هنحل على طول number one adam got home from school adam رجع البيت من المدرسة and sat down at his وقعد على ايه and sat down at his desk وقعد على المكتب بتاعه number two adam loved to adam بيحب ان هو يعمل ايه adam loved to write بيحب ان هو يكتب number three he was working on a new هو كان بيشتغل على ايه on a new story كان بيشتغل او كان بيعمل على قصة جديدة كان بيقلف قصة جديدة number four adam's mom is a مامة ادم بتشتغل ايه at a local newspaper في جريدة محلية adam's mom is a writer مامة ادم بتكون كاتبة في جريدة محلية عندنا بعد كده question number two read and complete the dialogue هنكمل الديالوج بايه بشير يشارك eat يأكل type يكتب طبعا type هي الكتابة على لوحة المفاتيح incredible يعني مزهل او رائع او حاجة لا تصدق عندنا هنا الديالوج بين معايز وبين dad وبين بابا معايز بيقول ايه hi dad do you want to read my new story ازايك بابا انت عاوز تقرى القصة الجديدة بتاعتي بابا قال له of course i do معايز طبعا يا معايز انا حابب ان انا اراها here you are dad قال له يا بابا تفضل اراها this is a or an not a story this is an incredible story دي قصة مزهلة يا معايز you should let more people read it لازم تخلي ناس اكتر يقروها what do you mean اصدق ايه يا بابا you should prepare it انت لازم تزبطها كده وتجهزها to not with others to share it with others عشان تشاركها مع الاخرين how do i do that dad ازاي يعمل كده يا بابا you should touch not the story لازم تكتبها على لوحة المفاتيح بسرعة and publish it online وتنشرها على الانترنت عندنا بعد كده question three choose the correct answer number one you should not your hands before each meal احنا اتفقنا بعد should بنجيب الانفناتب فين الانفناتب wash you should wash your hands before each meal انت ياجب عليك ان انت تخسل ايديك قبل كل وجبة عندنا الفعل يخسل ينفع نقول wash او wash number two you not have any spelling or grammar mistakes طبعا يا ولاد احنا اخدنا الجملة دي كتير you should انت ياجب عليك ان ما يكونش عندك اي اخطاء املائية او اخطاء نحوية number three you not choose a title for your story should shouldn't should to to should احنا قلنا هنستبعد اي حاجة فيها to ماينفعش يا ولاد اجيب to بعد الفعل الناقص او قبل الفعل الناقص طيب اتبقى عندنا should و shouldn't هنشوف الانفناتب you should ولا shouldn't choose a title for your story طبعا you should حاجة كويسة هيبقى هنقول should انت لازم او انت ياجب عليك ان انت تختار عنوان للقصة بتاعتك number four you shouldn't نقط افريد to tell your parents when you have a problem am b is are طيب بعد shouldn't بنجيب مين بعد الفعل الناقص بنجيب الانفناتب هو اسمه verb to a verb to b يبقى الانفناتب عندنا مامتهم اسمع b المصدر عندنا b number five you should نقط hard for the exam بعد should يا ولاد بنجيب مين الانفناتب طيب فين الانفناتب هنا number b study you should study hard for the exam انت لازم تذاكر بجد عشان الامتحان question number four سؤال الترتيب learning how school we are to type at we are learning عندنا are في فعل هنا مضاف له ing هنا الجملة في زمن present continuous we are learning احنا تعلمنا how ازاي to type نكتب على لوحة المفاتيح at school في المدرسة number two checklist i a you made for i made a checklist انا عملت قايمة مرجعية for you ليك مامة ادم قالت له كده number three check should you spelling your you should انت ينبغى عليك بعد should لازم نجيب الفعل في الانفينتف check you should check your spelling انت لازم تفحص او انت لازم تراجع على spelling بتاعك على الاملاء بتاعك عندنا بعد كده question number five read the following text there are a lot of rules you should follow to share a story في قواعد كتير لازم تتبعها عشان تشارك القصة بتاعتك you shouldn't write your story by hand لا يجب عليك ان انت تكتب القصة بتاعتك بالايد you should use a word processor or writing program انت يجب عليك ان انت تستخدم برنامج معالجة النصوص او برنامج كتابة and try to touch type وكمان لازم ان انت تحاول ان انت تكتب باستخدام لوحة المفاتيح you shouldn't have any spelling or grammar mistakes انت لا يجب ان يكون عندك اي اخطاء املائية او اي اخطاء نحوية you should check your spelling ولازم تفحص الاملاء بتاعك or you should ask an adult to check it for you او ممكن تطلب من حد كبير ان هو يرجع لك على القصة بتاعتك على يعمل الكتابة اللي انت كتبتها you shouldn't forget punctuation انت لا يجب عليك ان انت تنسى ان انت تستخدم علامات الترقيب you should check your work وكمان لازم تراجع العمل بتاعك الحاجة اللي انت كتبتها لازم تراجعها كويس you shouldn't work too long without a break انت لاجب عليك ان انت تشتغل لفترة طويلة من غير ما تاخد break or you will feel tired وإلا انت هتشعر بالتعب you should sit up straight with your feet on the floor ولازم كمان تعد بشكل مستقيم ورجليك تكون على الارض على الارضية يعني قرينا النص نشوف الاسئلة عندنا في الاول اسئلة بتتشوز number one this text is about the aim you should follow to share a story النص ياولاد بيتكلم عن ايه rules games rules mistakes طبعا بيتكلم عن rules القواعد اللي انت لازم تتبعها لما تشارك القصة لما تشارك القصة بتاعتك اللي انت عاوز تنشرها number two the underlined word forget is the opposite of كلمة forget اللي تحت منها خط في النص عاوزين ال opposite منها عاكسها ايه publish check remember advice اول حاجة forget معناها ايه ينسى عاكسها remember يفتكر يتذكر number three you should not up straight with your feet on the floor run walk sit sleep طبعا ياولاد you should sit up straight انت لازم تقعد بشكل مستقيم ورجليك تكون على الارضية عشان ما تأذيش رقابتك او ظهرك number four there are many rules that help you share your story يوجد كثير من القواعد اللي ممكن تساعدك في نشر القصة بتاعتك mention two عاوزنا نكتب له اتنين هنكتب من اول you shouldn't دي اول الرولز اللي عندنا you shouldn't write your story by hand لا يجب عليك ان انت تكتب القصة بتاعتك بايدك دي اول رول هو عاوز اتنين you should use a word processor or writing program يجب عليك ان انت تستخدم برنامج معالجة النصوص او برنامج كتابة ممكن كمان نكمل ونقول and try to touch time وكمان لازم تحاول ان انت تكتب القصة بتاعتك باستخدام لوحة المفاتيح يعني تكتب على الكمبيور يعني طيب هنا هنكتب number four عندنا بعد كده number five what will happen if you work without a break ايه اللي ممكن يحصل لو انت يا ولاد اشتغلت من غير ما تاخد بريك اعادت تشتغل كتير وما اخدتش بريك ممكن يحصل لك ايه you will feel tired هتحس ان انت تعبان هتشعر بالتعب يبقى هنا هنكتب number five اخر سؤال عندنا question number six write a paragraph عن rules to share a story القواعد اللي هتساعدك لما تيجي تشارك القصة بتاعتك ندينا guiding elements touch type الكتابة باستخدام لوحة المفاتيح mistakes اخطاء check يفحص او يراجع prepare يعد او يجهز يلا بينا نقرأ مع بعض الparagraph الparagraph مجاب عنه في نهاية الكتاب page 277 you shouldn't write your story by hand انت لا يجب عليك ان انت تكتب القصة بتاعتك بايدك you should use a word processor or writing program يجب عليك ان انت تستخدم برنامج معالجة النصوص او برنامج كتابة هنكتب هنا follow stop عشان الجملة دي هتبقى طويلة او عليكم هنحزف and انتوا عارفين طبعا ان الجملة لازم تبدأ بفاعل لازم تبدأ بsubject والفاعل اما ان يكون ضمير من ضمائر الفاعل او اسم فاحنا هنعمل ايه هنقول you should you should try انت يجب عليك ان انت تحاول to touch type ان انت تكتب باستخدام لوحة المفاتيح you should check your spelling لازم تراجع او تفحص الاملاء بتاعك كويس you shouldn't have any spelling mistakes ولازم ما يكونش عندك اي اخطاء املائية add the end وفي النهاية you should prepare your work well لازم تجهز او لازم تزبط العمل بتاعك بشكل جيد وبكده يا ولاد نكون خلصنا مع بعض الفيديو لو الفيديو عجبكم ما تنسوش like و share سعيبالكم لينك الجروب بتاعي بتاع الواتس في ال description بنزل عليه كل جديد هشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة